يعني انت تقول لي بالتسعة وسبعين احنا وصلنا ثلاثة مليون ونص بالتسعين وصلنا ثلاثة مليون ونص بكفاءات عراقية الآن الناتج أربعة مليون مع هدر أو صرف سبعين مليار دولار على جولة التراخيص النفطية وانت في بداية الحديث قلت أنا قلق جدا الآن القلق هذا من هدر الأموال القلق من خلال وجود هذه الشركات القلق من طبيعة العقود الحكومة العراقية مع شركات جولة التراخيص احنا اهم شيء في عملية انتاج النفط انه انت تحافظ على وسائل الانتاج الصحيحة من الحقل الحقل بي ربما مكمن مكمنين او اربعة او حتى اكثر فاذا انت انتاجك يجب ان يكون بدقة وبصيغة علمية حتى تنتج من حتى تستخرج اكبر كمية ممكن هو مو بير هو مو وعاء بالنفط موجودة هي ضمن صخور مسامية موجودة بانواعها فبالتالي انت اذا ما تضمن طريقة صحيحة لانتاج النفط هذا النفط ممكن تفقده نهائيا اذا هاي شركات عالمية ماشي لكن الشركات هدفها انه تنتج اكثر ما يمكن باقل فترة زمنية ممكنة وهذا حدث في ارجاء مختلفة من العالم هذا حصل في اليمن هذا حصل في سوريا هذا حصل في دول اخرى انه انت تطلع النفطات اللي تقدر عليه هاسا العفو طزب ابو باتشا معليا انا خلق هل اكو هناك الان كادر وطني انا ما اعتمد على الشركات ما يصير الشركة تراقب نفسها المفوظ كادر وطني الجهة المالكة هي التي تشرف بشكل سليم وصحيح على صيارة الانتاج واعتماد الطرق الصحيحة هسا خليتني انتقل الى جانب اكثر خطورة احنا الروميلة من سنة ال76 سوينا مشروع حقن ماء لانه انت النفط اذا ما بيت ضغط الذاتي يكفي فعليك ان تحقن ماء حتى تقدر تطلع النفط يعني تحقن رفلي برميل ماء حتى تطلع برميل نفط وين مشروع حقن ماء وزارة النفط من سوى الجولات التراخيص اخذت على عاتقها ان يسوي هذا المشروع عمليات الحقن بالماء عمليات الحقن بالماء عمليات نقل النفط بالانابيب عمليات الخزن والنقل وين مشروع حقن الماء وحنا سنة الـ 2019 قيد التفاوض لحد الان بدلوا صيغة لاخرى لاخرى بدلوا من شركة لاخرى لاخرى هسه شركات اسم منها مثل بي بي وغير دات سوت مشروع مشاريعها الصغيرة حتى تقدر تنتج هل هذا يكفي انا ما انا ادق ناقوس الخطر اقول انه ربما اصبح السلوك ما تتوفر عندك معلومات ما تتوفر عندك معلومات هل فعلا انت لازم عندك متابعة عندك رقابة عندك مفتشين يتابعون سلوك الابار الانتاجية مع الابار الضغوط التي موجودة هناك هذه لازم وزارة النفط احنا كان عدنا في الخمسة وثمانين من زمن الشركات كان وزارة النفط التابع عمل شركات النفط الامتيازية بالخمسة وثمانين صدر قانون صيانة الثروة الهادروكاربونية ما الى حس هسه ما الى وجود كأنه هذا هو الاساس الذي يجب انت كان مو اي شركة تيجي تقولك احفر بيره هناك واحفر بيره هناك ما كانت مركز شركة النفط الوطنية او الوزارة كان ترفض تقوله لا مو هنا تحفر تحفر بغير مكان وكان لازم اكون نمط معين من حفر الابار هل هذا يتم ماذا اشعر انه اكو كوادر متقدمة بهذا جاب ان شاء الله انا غلطا يعني الان انا الرسالة اللي وصلتني الان ممكن ان تكون شركات جولات التراخص النفطية هي السبب في قلة الاحتياط النفطي وتدمير الثروة النفطية اللي موجودة بالعراق لان هناك استنزاف لمصالحها انا باش على الضو الأحمر بقول هذا الاحتمال الكبير موجود لانه هي هدفة لكن هذا شوقتي يبين عندي اذا ما راح اتابع واشوف الانتاج وسانطيك امتل على هذا يجوز ما يبين عندي لبعد عشر سنين بعد خمس طعام سنة لاش ايش بعد خراب ما ريد اقول البصرة ولو هي العراق خراب زين لكن انطيك السنة مثال عراقي وغير عراقي ابدي غير العراقي حق الغوار السعودي معروف كبير كان مخمن انه الانتاج مالته خمسة مليون برميل يوميا فجأة اعلن من قبل شركة ارامكو رسميا قبل الاساس فترة قصيرة ايام اسابيع اسابيع ثلاثة وثمانية بالعشر مليون برميل يوميا طيب نسال اروح الى حقل بالشمال حقل طاق طاق كركوك هذا لا حقل بسليمانية بسليمانية وهذا تحت ادارة الاقليم هذا هما وضعوا من بدأوا انتاج من عنده وهذا تحت سيطرتهم من بعد الـ 91 وضعوا بالخطة من الشركات الاجنبية على اساس انتاج مليون يوصل الى انتاج الى 145 ألف برميل باليوم وصلنا جقات بعدين الانتاج هو بطئ الى جقات وصل الى 12 ألف برميل يوميا وقالوا الاحتياط اللي موجود هو اقل بكثير مما كنا نتظر ترجمة نانسي قنقر